في وقعة فريدة من نوعها استخرج طبيب مصري سمكة حية من القصبة الهوائية لصياد بإحدى محافظات دلتا مصر وقال الطبيب علي الحجري أخصائي الأنف والأذن والحنجرة إن الصياد كان يعاني من ضيق بالنفس وعدم القدرة على الكلام قد أسعف إلى المستشفى وهو فاقد الوعي وفي حالة إغماء واستقرت السمكة بداية في القصبة الهوائية وكانت حية بعد استخراجها باستخدام المنظر الجراحي واصيب الصياد بنزيف داخلي وبعض الجروح ويخضع للمراقبة الطبية في العناية المركزة بعد الجراحة ورجح الطبيب أن السبب وراء وجود السمكة بهذه الصورة داخل القصبة الهوائية أن يكون المريض قد وضع السمكة في فمه لانتقاط شيء آخر بيده اشتركوا في القناة